صوت البريطانيون خلال الفترة الماضية أو اليومين اللي فاتوا يوم 23 تحديدا على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وجاء التصويت لصالح الانفصال لكن ما هي تبعات هذا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي لبريطانيا وهل دالي تأثير على الاتحاد الأوروبي يعني انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي هل تأثيره فقط على بريطانيا أم هناك تأثير على الاتحاد الأوروبي وممان مادة تأثيره على الشرق الأوسط ومصر أيضا وتأثيره على الاقتصاد كمان بصفة عام هنلقي الدوق عن الموضوع ده وأعتقد أنه كان موضوع الساعة خلال اليومين اللي فاتوا يعني حديث الناس كلها هو انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مع الكاتب صحفي الأستاذ هاني عمار رأس صحفي بجريدة الأهرام نارك سعيد يا فندي نارك سعيد سبارك نحن نفهم بصراحة يعني الموضوع اليواخد ضجة كبيرة كده وإيه أصلا الأثار موضوع الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يعني ليه ليه بريطانيا دعت لهذا الاستفتاء في هذا الوقت خليلنا نتفق أن هو الاستفتاء في حد ذات أو نتائج الاستفتاء تمثل أو ما زالت فعلا تمثل صدمة للمجتمع البريطاني حتى والمجتمع الأوروبي حتى والمجتمع الدولي لأن الحقيقة كل التوقعات ما كانتش يعني إيه رايح ناحية الانفصال أو بتتقشير أن هي بيكون فيه انفصال عن الاتحاد الأوروبي لكن وأن قد حصل التصويت وحصل يعني أن الغالبية وإن كانت غالبية أغلبية مش كاسحة يعني صواتة الانفصال لأنه خلينا نحلل هنا برضو مسألة الفروقات بسيطة يعني بالزبطة من 51 وشوية أو 52 مقابل 48 الحياة برضو فرق بسيط جدا ولاحظ كمان أن معظم المصوتين للانفصال من كبار السن فده يعني يمكن الحقيقة أنا شايف أن البريطانيين مش عاوزين يتحملوا فاتورة أو تكلفة أو مشاكل الاتحاد الأوروبي خاصة الدول الفقيرة أو الدول المأزومة زي اليونان زي أبروس دي كلها دول أصبحت عندها مشاكل وبالتالي الدول الأوروبية الكبرى زي إنجلترا زي فرنسا زي ألمانيا هم اللي بتحملوا فاتورة بقى حماية هذه الدول من الانهيار لما بتوفر لهم مثلا قروض أو بتساهم في توفير فرص عمل لهذه الدول أضف إلى ذلك أن هناك كثير من الدول مستوى الدخل فيها قليل ومعدل البطالة فيها كبير جدا خاصة في دول شرق أوروبا التي انضمت حديثا إلى الاتحاد الأوروبي فأنا تقديري أن الجيل الكبير من الانجليز قال لك لماذا نتحمل فاتورة هذه الدول وهذه الشعوب يعني معروف أن إنجلترا بتمثل خامس اقتصاد على مستوى العالمي فهي يعني ده نعمل الانغلاق بعدين برضو هنلاقي الجيل الكبير أو الجيل القديم من الانجليز ما زال يعيش برضو يعني أجواء الامبراطورية البريطانية وأن احنا دولة قوية مش محتاجين لدول الاتحاد الأوروبي بس هو مع انضمام يعني بريطانيا للاتحاد الأوروبي بقيت العملة البريطانية ما هو ده المدخل اللي أنا عاوز أدخله يعني حتى لما بريطانيا دخلت أو انجليز دخلوا الاتحاد الأوروبي ظلوا محتفظين بخصصياتهم حتى مستوى العملة يعني هتريدك في بريطانيا ما تقدر يشتتعامل باليورو يعني لازم بالسترليني علشان تسافري إلى بريطانيا يعني تأشير تشينجن ما تدخلش بريطانيا لازم تأشيرة خاصة بالانجليز طيب إذن هي كانت ضمن الاتحاد الأوروبي فيما يخص إي يعني إيه الحاجات اللي كانت هي ضمن الاتحاد الأوروبي فأنا ما عاوز بس أقول إن إحنا يعني مسألة برضو إن إحنا وعملين زي حضرتك ما أشرت في البداية إنها ضج كبيرة جداً أنا ما أنا شايف إن ده شي عادي جداً حتى بريطانيا وهي تحت مظال الاتحاد الأوروبي ما زالت بتحتفظ بخصوصية في العلاقة العلاقة السياسة الخارجية في مصالحها في شركتها في توازناتها بريطانيا ما زالت بتمثل كان كان الزوج العرفي يعني بين بريطانيا والأوروبي هي بتمثل الحليف الاستراتيجي الأمريكا سواء كانت داخل الاتحاد الأوروبي أو خارج الاتحاد الأوروبي وخلينا برضو نقول إن القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي زي بريطانيا وفرنسا وألمانيا يعني قد يبدو أنهم واحد لكن قلوبهم شتى كلهم يبحث عن مصالحه السياسية والاستراتيجية والاقتصادية بالذات تحديدا يعني إيه هو مكسب الولايات المتحدة الأمريكية من مثل هذا الانفصال وليه اللي سترلينج على طول انخفض يعني جنيه سترليني على طول انخفض فور إعلان مسألة الانخفاض السترليني ولا هي حسابات اقتصادية بحتة يعني لأن هناك في شركات مدعديد الجنسيات بتتخذ مثلا من لندن مقر لها وبالتالي لها فروع على مستوى الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي هنا هيكون بها نوع من مثلا الشركات دي يعني بيتصاب حالة من الارتباك هل هي ستظل في لندن من نهاية تنقل نشاطها لأماكن أخرى أو دول أخرى يعني كل حالة الارتباك دي هي اللي خلقت حالة من من اتراب الاقتصاد اللي حصل يعني لأن طبعا الاتحاد الأوروبي أو وجود بريطانيا داخل التحاد الأوروبي بيتيح سهولة أكثر في حركة الدول بين الاتحاد لكن لما تنفصل إنجلترا أو تنفصل بريطانيا عن التحاد الأوروبي هيبقى في تأشيرة في صعوبة أكتر في الانتقال في الحركة تحريك الأموال تحريك الأفراد فدي يمكن هي اللي بدأت الشركات تعيد حساباتها أو تعيد توازناتها أو تعيد وضعها الاقتصادي يمكن هي دي الجانب في تقديري هو يمكن الجانب المؤثر أو الأكثر تأثيرا في مسألة يعني التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن في معادة ذلك هنلاحظ إن بريطانيا كانت وما زالت واسطة ظل هي بتحتفظ بسياسة خارجية يمكن مختلفة عن كثير من الدول الأوروبية يعني لما نرجع لحرب الخليج حرب الخليج كدخلت حليف استراتيجي بريطانيا مع أمريكا في حين فرنسا عرضت دخول حرب الخليج أو دخول الحرب ضد العراق وأسقاط النظام العراق بريطانيا في معظم الوقت هي حليف للولايات المتحدة العراقية صحيح من المتحدة بتسألي عن إيه الخسائر اللي ممكن أمريكا أو إيه المكاسب لأنها الحياة مش تفرية مؤشرات بتقول أن مع هذا الانفصال هو هيكون فيه صعود للدولار بشكل كبير ما هي من بقولك هو الجانب الاقتصادي هو يمكن الأكثر تأثيرا في هذا المشهد إنما الجانب السياسي أو الاستراتيجي يعني حتى بالنسبة للشرق الأوسط يعني لما أنا حروح لله أنا عايزة أعرف تأثير على الشرق الأوسط بس قبل كده أنا عايزة أعرف رد فعل الشباب في بريطانيا هو مغير تماما للنتيجة اللي طالعة ديب لدرجة أن هم بتدوا يدعوا لإعادة الاستفتاء مرة أخرى وبتدوا يمضوا توقعات فيه جديدة وصلت تجاوزة المليون وتجاوزة المليون فعلانا علشان يعيدوا الاستفتاء مرة أخرى وهما بيصفوا يعني بيصفوا يعني بيصفوا الناس اللي صوتت ضد مع الانفصال إنهم أو ناس ليس لهم عنده ليس لديهم بعض النظر صحيح ليه ليس لديهم بعض النظر الحقيقة يعني خلينا نقول برضو إن المشهد يعني سيناريوهات المشهد مازالت مفتوحة على المستقبل يعني هو ده يعني استفتاء حصل وارد جدا لأن لسه هذا الاستفتاء المفروض يصدق عليه مجلس العموم البريطاني لسه دي خطوة تالية هناك ملايين التوقعات لإعادة الاستفتاء مرة أخرى وربما حالات أو يعني الدعوات لإنفصال بعد الدول عن بريطانيا العظمة زي اسكتلندا زي غيرها ربما يعني يخلي اللي صوتوا قبل كده في هذا الاستفاء يعيدوا النظر ليه بقاليف لي يوصفون بأنهم ليس لديهم بعض النظر لأن يتضرر القضية الحق بريطانيا لأن طبعا يعني التحاد الأوروبي أصبح النموذج على مستوى العالم منوع من التكتل رغم اختلاف اللغات ورغم اختلاف التوجهات لكن أصبح كتلة طب ما فيش شك يعني الكتلة البشرية الاقتصادية السياسية بتكون أكثر تأثيرا وأكثر حضورا في المشهد الدولي من دولة واحدة فيمكن الشباب بحكم طموحاته بحكم يعني شايف عنده تطلعات للمستقبل أكتر من الشيوخ أو الكبار السن فربما يكون شايف مستقبل أفضل لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي لأن رغبة في الانفصال عن التبعية أيضا للكائلات العظم هي الحقيقة الموضوع أنا شايفه يعني الأساس هو اقتصادي بحث اقتصادي في الانفصال واقتصادي أيضا لو حتى في اتجاه لعادة الاستفتاء لتبقى بريطانيا في التحاد الأوروبي لأن هي حركة الأفراد ده نوع من يعني تيسير الفرص العمل توفير فرص العمل هل هو بيبقى عنده الشاب البريطاني عنده فرصة أنه ينتقل إلى دولة أخرى بسهولة بدون حصول على تأشيرة من دولة أخرى أوروبية فنشايف أن الشباب بلضبط هو موضوع اقتصادي في المقام الأول يعني هو الأساس هو موضوع اقتصادي لحركة حرية حركة الأموال والأفراد والتجارة والإيدي كلها هو ده الملف الأهم في المسألة دي فربما يكون هؤلاء الشباب اللي هم المهمومين يعني أكتر بالمستقبل لأن كبار السن ربما يكون يعني حياته ترتبت على معاشاته نحن عايزين استقرار لو كبار السن في كل البلاد إنما يمكن الشباب يمكن أكثر تطلعا أكثر حماسا للمستقبل شايفين أن المستقبل مع الاتحاد الأوروبي لأن ده يعطيهم أكتر نوع من الإمكانيات في الحركة داخل الدول الأوروبية بالكامل 28 دولة غير أنه يبقى مقيم داخل بريطانيا فأعتقد أن الدعوات إلى الانفصال في بعض زي اسكوتلندا وغيرها هتخلي كثير من الشعب الإنجليزي يعيد النظر في مسألة الإنجليزية يعني هارك بترجح نقاط تتم إعادة الاستفتاء بالفعل تقديري أن السيناريوهات في هذا الملف مازالت مفتوحة لأن كل ردود الأفعال يتمثل أو إنجاز التعبير يتمثل صدمة حتى للمجتمع البريطاني لأن كان غير مصدق أن يتم لصالح انفصال يعني خلينا ما نستعجل لكن أنا شايف أن الملف الأكثر تأثيرا سلبيا هو الملف الاقتصاد ما مدى تأثير مثل هذا الحدث على الشرق الأوسط وبالتالي مصر هل يتأثير يعني نحن نحن نوع من المبالغ قوي في مسألة أنا شايف أن هذا شأن بريطاني بحث شأن أوروبي خالص مش معنيين بها ويعني لما يعني بريطانيا شنت حرب هي وفرنسا وإسرائيل سنة 56 على مصر ما كانوش طبعا التحاد الأوروبي يعني كانت دولة أصلا ماهش ضمن التحاد الأوروبي لما برضو تحلفت بريطانيا مع أمريكا في غزو العراق كانت دولة تحت التحاد الأوروبي أو عضو في التحاد الأوروبي فأعتقد اللي بيحكم مصالح هذه الدول بيحكم حركة وسياسات هذه الدول هي المصالح مش العواطف أنا ما شايف أنها حتى أوروبا حتى بريطانيا حتى فرنسا حتى ألمانيا داخل التحاد الأوروبي كل دولة لها سياسة بتدور على مصالحها في التعامل مع بره التحاد الأوروبي فإذن يعني الحال مش عاوزين نبالغ قوي في أن إحنا يعني هيؤثر سلبا أو إجابا أو مسألة يعني برضو نوع من تفكيك التحاد الأوروبي حتى التحاد الأوروبي لو حصل نوع من الانفصال ما بين الدول بتظل أوروبا برضو في يعني في سياستها نوع عندها بيباني عندنا نوع من التعاون نوع عارفين مصالح استراتيجي وحالة الصراع الاقتصادي والسياسي حتى بين الدول الأوروبية موجودة فمش يعني أنا شايف أنها مش جوهرية أو بالنسبة للشرق الأوسط لمصر لأن الحياة سواء كانت بريطانيا عضو في الاتحاد الأوروبي أو هتنفصل عن الاتحاد الأوروبي هي في نهاية بتبحث عن مصالحها بتبحث عن عندها سياسة مختلفة عن دول الاتحاد الأوروبي كنت عايزة أعرف يعني عندما أثير هذا الاستفتاء أصلا بصفة عام يعني كان ده تأثير بالنسبة للهجرة في إيه يعني دايما ربطوا الحاجتين ببعض هذا قد يقلل الهجرة الوارئ الوافدة هو أنا زي ما قلت حضرتك هو في أكتر من الناس اللي صوتوا اللي صالح انفصال هم مشكلة زي مشكلة اليونان طب الوقت محتاج كم مليار من دول التحاد الأوروبي عشان تنقذها من الانهيار المالي فبالتالي هذه الفاتورة بيتحملها الاقتصاد الدول أو المواطن البريطاني أو غير أو الماني أو كلام الحاجة التانية لما يعني حصل نوع يعني يعني هجمة كبيرة من المهاجرين إلى أوروبا فبالتالي التحاد الأوروبي اجتماع وحاوزين يوزعوا هذه الأعداد حصص على الدول الأوروبية ليس هذا فقط بل بتخصيص معونات وتخصيص أموال لعالة هذه الملايين يعني تقريبا في ظرف سنة تجاوز أو أقل من سنة تجاوز المهاجرين عددهم المليون فإذن يعني احساسي أن المواطن اللي راح صوت لخروج من التحاد الأوروبي يعني قال لك احنا مش نقصين بقى مشاكل العباء المهاجرين وعباء الدول اللي عندها مشاكل واللاجئين والكلام ده أنا رأي هو ده الدافع اللي خلى المواطن بريطاني يقول لك ايه انا خلاص انا يبقى لي سياسة مستقلة احمي حدودي انا مش عاوز لاجئين انا مش عاوز هذه الملايين انا مش عاوز اتحمل فطورة الدول اللي بتعاني من ازمات اقتصادية في الحال ايروبي يعني عندهم منطق ايضا بس الحالة العامة هي حالة هجوم شديدة جدا على نتيجة الاستفتاء طبعا كأن ده بصيبة كرسة وقعت على عطق بريطانيا او وقعت على رأس بريطانيا بس دولي هم منطق ودولي هم منطق يعني كيف تحدد الشعوب مصرها الحقيقة يعني لما حصلت ازمة قالك الشعب هو اللي يحدد يخرج الى الاستفتاء ويقول كلمته وبالتالي على المسؤول في الحكومة ان هو يستجيب حتى عندما لان يعني رئيس الوزراء كان ضد خروج الوربريطانيا من التحاد الاوروبي وهنا يعني اعتقد برضو دي لها دلالة كبيرة لان هو كراجل مسؤول وكراجل لديه برضو يعني الملفات وكوالي بزبط كده هو كان يرى او مازال يرى ان من اصلحت بريطانيا ان تظل في الاتحاد الاوروبي لكن في النهاية هو ردخ لاختيار الشعوب عندما تقول كلمتها هو في النهاية احترم ارادة الشعب فالحقيقة يعني المسألة في النهاية هتظل يعني انا شايف انها مش ده المشهد الاخير اعتقد فيه تدعيات لسه متدعيات كبيرة وبعدين يمكن الاتحاد الاوروبي على الجنب الاخر طلب باسراع بريطانيا في انتخاذ اجراءات الانتوطولية يعني هو الاتحاد الاوروبي عاوز يعاوز 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 مقموصين منهم لان الحقيقة برضو منبع الصدمة منبع الصدمة هنا لان بريطانيا دولة كبيرة في التحدي الروب دولة مؤثرة يعني استراتيجيا وعسكريا واقتصاديا وسكانيا بريطانيا تقريبا تعدادها يصل او يتجاوز 80 مليون نسمة وعندها يعني خامس اقتصاد في العالم عندها وتاريخ وطفا الدولي فهي دولة قائدة في الاتحاد الاوروبي او على المستوى الاوروبي اذا عندما يتخلى القائد عن هذا الدور فهي صدمة للاوروبيين يعني انا هي شأن اوروبا اكتر صدمة الاوروبيين اكتر للانجليزيين للبريطانيين اكتر انما بلغنا فيها في تأثيرها في الشرق الاوسط وعلى مصر بس احنا بالنسبة لنا هي صدمة لحلم الوحدة يعني صدمة لأحلام هي نوستالج عندنا في العالم العربي يعني انه طالما التحالي الاوروبي قدر يتكون وقدر واوروبا تعمل ده فهنا بالتالي اوقع اللي احنا نقدر نعمل ده فانهيار ده وانهيار للحلم القديم بقى اللي عندنا بزوره ده ورواسبه يعني يعني دي دورات دورات للتاريخ دورات اجتماعية دورات سياسية الحام الاتحاد الاوروبي ممكن وارد جدا مش بس بريطانيا اللي هي تخرج من الاتحاد الاوروبي وارد ان تكون دول اخرى تخرج منتحاد الاوروبي لان الحقيقة فيه تباين كبير جدا فيه الوضع الاقتصادي للدول الاوروبية يعني فيه دول اقتصادها اقتصادها متمكن جدا اقتصادها قوي جدا وفيه دول تانية اقتصادها هاش فده ممكن يدفع بعض الدول الى يعني الرغبة في الانفصال يقولك انا ليه هتحمل فطور الدولة وشعوب تتحمل فطور الدولة وهكذا صحفي الاستاذ هاني عمار صحفي بجردة الاهرام بشكل حارك جدا على القاء الدوق على خروب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ونهارك سعيد نهارك سعيد شكرا فقراتنا لسه متواصلة معك وراجعين بس بعض الفاص